نستكمل سوياً أمثلة على مشتقد الدوال المثلسية Y بتساوي كوتان T and T تساوي X على X ده بقى قاعدة السلسلة لأن Y هنا بتعتمد على T والT بتعتمد على مين على X يبقى لما جاش طاقة هقول إيه بقى DY على DX هي عبارة عن DY على DT في DT على DX طيب أجيب الوقعي بالنسبة لT من هنا كوتان T مشتقتها بسالب كوسيك تربيع T يبقى ده الحد الأول في مشتقت T بالنسبة لX ده بسط ومقام بقى قول المقام تربيع المقام في مشتقة البسط بواحد ناقص البسط في مشتقة المقام بواحد فالX دي هتروح معا على X دي يتفضل في البسط كام واحد أضربها في ناقص كوسيك تربيع T على X أنا شلت T وحطت قيمتها بكام عشان يبقى النتيج في الآخر ده اللي في X فقط المسال بعد كده نفس الكلام Y بتسوي صين تكعيب T والT بتسوي كوزين X يبقى لما جي أشتق أقول DY على DX هتسوي DY على DT في DT على DX طيب ده بكام؟ من هنا ده صين تكعيب يأكلناها قوس الكل تكعيب بأول حاجة أشتقه فنزل الثلاثة واطرح من القوس واحد تبقى اثنين والصين مشتقتها كوزين T خلاص كده؟ طيب في تفاضلها بالنسبة لT بواحد في تفاضل T بالنسبة لمن؟ بالنسبة لX الكوزين مشتقتها سالب صين X هنا X وهنا T بقى لازم أخليها كلها X يبقى أنا هيجي الخطوة اللي بعد كده أشيلت T دي وأشيلت T دي وحط قيمتها لها كام كوزين وتبقى المسألة السالة دي جانين اللي هي دي سالة دنات ضرب فوق والثلاثة هي الصين تربية أشيلت T وحط مكانها كوزين X هنا كوزين T تبقى كوزين كوزين X في صين مين صين X خلي بالك دي مش كوزين تربية لأ دي كوزين X دي الزاوية بتاعت الكوزين طيب لو بقول لي أوجد قيمة DY DX عند النقاط المحددة واعطيني جزر XY بتساوي 2 جزر Y نقص 2X عند النقطة 1 و4 يبقى ده هجيب DY على DX وفي الآخر أعوض عن X بواحد وعن Y بكام باربعة طب أجيب DY DX دي إزاي آه ده دي بقى دلة ضمنية لأنني مش قادر أجيب الY لأحدها في طرف يبقى أنا همسك كل حد وأشتقه على حدة قبل ما أشتق دي معناها X قص نص في Y قص نص وده معناها 2Y قص نص نقص 2X نشتق كده مع بعض هيبقى الأول يفضل زي ما هو في مشتقة الY قص نص أنزل النص تبقى Y قص نص في DY على DX زائد ده الأول في مشتقة تاني زائد التاني اللي هو ده في مشتقة الأول ينزل النص واطرح منه واحد طب ليه هنا ضربت في DY على DX؟ وهنا ما ضربتش لأن هنا كنت بشتق الY لكن هنا بشتق الX هتساويش ده 2 في نص في ده Y قص لي بنص في DY وعد X لأن كنت بشتق Y طب وثالب 2X مشتقة بثالب 2 عندي هنا DY وعد X وهنا DY وعد X أجمحهم الاتنين في طرف واخد أولاً أضرب اتنين 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 يبقى ده اضرب في كام؟ في اتنين فأصبح هنا مين؟ دي جزر X وده ينزل في المقام يبقى جزر واش طب هنا ده لما يخش ناحية التانية بقى بسالب اتنين في واحد على جزر واش يبقى خلاص طيب ده بقى لما يروح الطرف التاني الاتنين دي راحت بقى جزر Y على جزر X اللي هي دي بس بإشارة سالبة طب وهنا سالب 2 في 2 بسالب 4 واخدت السالب بقرأ مشترك يبقى هنا ايه؟ موجب عايز دي لحلها يبقى هقسم على المعامل بتاعها بقى دي وعد X بتساوي سالب المقدار اللي قدامنا اللي انا ضربت فوق في جزر Y وتحت في جزر X حلو قوي كده طب هو عايز القيمة يبقى هاجي هنا وعوض عن كل Y باثنين وعن كل X بواحد ركز كده معي لما يبقى كل Y باثنين يبقى ده جزر أربعة زائد اتنين جزر واحد الكلام ده كله في جزر أربعة على جزر واحد ناقص اتنين في جزر واحد بس فينا اشارة سالب جزر بعدي باثنين وجزر واحد دي بواحد وجزر بعدي باثنين هيبقى تنين زائد اتنين في اتنين وتحت واحد ناقص اتنين في واحد بقت اتنين زائد اتنين اتنين زائد دي اربعة معلش دي اربعة يبقى اتنين زائد اربعة بستة في اتنين باثناشر وتحت واحد نقص اتنين بنقص واحد في واحد بنقص واحد وعندي نقص هي فالنقص في نقص بموجه بتطلع لك كامل اتناشر المسال بعد كده وي تربيع مضروة في صين اتنين اكس تساوي سالب اتنين وي عند هات قيمة المشتقة عند النقطة وي على اربعة وسالب اتنين هشتق الاول في مشتقة التاني الصي مشتقتها كوزين اتنين اكس في اتنين اللي هي مشتقة الزاوية زائد التاني اللي هو صين اتنين اكس في مشتقة الواي تريع باتنين واي دي واحد اكس تساوي سالب اتنين الواي مشتقتها بواحد في دي واحد اكس هنا دي واحد اكس وهنا دي واحد اكس اجمحهم مشترك من هنا طبعا في اتنين تروح مع اتنين تروح مع اتنين فيتفضل من هنا وي في صين اتنين اكس اللي هي دي وده لما يروحه بالسالب لما يخش ناحية هنا بقى بالموجة بواحد ده يروح الطرف اليمين بسالب إذن دي وعد X لحالها هي عبارة عن سالب Y تربيع كوزاية X اللي هو الطرف اليمين على الطرف اليسار إذن لما عوض عن كل X بـ Y على 4 وعن كل Y بسالب 2 هيديني في الآخر بكام بصفر